معايا عبر زوم الآن داريو منتيرو مهاجم فيتوريا جمارش البرتغالي والجزيرة الاماراتية وصان داونز الجنوب الافريكي ومنتخب موزنبيك السابق يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكراً وشكراً على الدعوة الكريمة أنا مبسوط أهلاً بك تفضل طيب أنا بالتأكيد بداية أسئلتي عن مباراة الغد إن شاء الله بين المنتخب الموزنبيكي والمنتخب المصري كيف ترى هذه المواجهة إن هي خطوة مهمة جداً وهي خطوة هتبقى أهم لنا للموزنبيك لأن إحنا بنلاعب فريق كبير جداً ما اسموه وش مصر هو يسموه الفرعنة الفريق دا يعني كل الناس عرفاه طبعاً يسموه الفرعنة بالضبط طيب منتخب موزنبيك شايفوا بكرة هيؤدي مباراة عاملة زي قدام منتخب مصر شايف إمكانيات منتخب موزنبيك ممكن توصله لحد فين في مباراته أمام منتخب مصر أهم من نقاط القوة من وجهة نظرك اللي ممكن يستخدمها منتخب موزنبيك من وجهة نظري منتخب موزنبيك هو قادر أنا طبعاً بسك جداً في فريقنا ولكن طبعاً في بعض الغيابات وكلنا عارفين إن دا هيبقى صعب ومش بس كده إحنا بنلاعب فريق كبير اسمه الفرعنة وفريق مهم جداً في أفريقيا فريق يعني بيخوف زي ما بيقولوا لأنه هو مش فريق السهل يعني بس موزنبيك قادر على الفوز المجهد الفاني المنتخب موزنبيك النهاردة تحدث إن الفريق أو المنتخب بيخود المباراة بظروف صعبة في أكتر من لعب هايغيب عن هذه المواجهة مواجهة منتخب مصر شايف من اللي عبيد الممكن غيابهم يأثر على موزنبيك في هذه المواجهة من وجهة نظري إن في أربعة هيغيبوا بكرة طبعاً عن رأسة الغيابات هي جيني كاتمو بسبب حصوله على إنذارين في التصفيات الأفريقية المؤهلة البطولة وأنا شايف من وجهة نظري إن يجب أن يعيد الكاف النظر في تلك الكونين التي تجعلك تفقد لعيبك بسبب إنذارات في التصفيات شايف إن منتخب موزنبيك لو ما كانش بدأ بمنتخب مصر هذه البطولة كان ممكن يبقى ليه حزوز للسعود للدور القادم شايفوا سيء الحظ إنه يلاقي منتخب مصر في البداية طبعاً طبعاً لو كنا بدأنا مع حد تاني كان هيبقى أسهل وكان هيبقى أحسن إن إحنا نبدأ بمصر ده فريق صعب جداً الموضوع بقى يعني صعب الموضوع بقى يحير بس طبعاً خلاص إحنا تحطينا في وضع زي ده لازم نقدي بشكل كويس ولازم نظهر إحنا يعني الشغلنا اللي إحنا اشتغلنا عليه وإن الفريق يلعب كويس بجانب محمد صلاح بكل تأكيد شايف مين من نجوم منتخب مصري يمثله خطورة على منتخب موزنبيك غداً الفريق المصري فيه لعيبة كتير جداً مش محمد صلاح بس إحنا لما بنيجي مبص على الفريق المصري ما بنبصش لمحمد صلاح ولكن انت عندك لعيبة محترفة كتير يعني مش عايزة تكلم عن حد وانسى حد ولكن المنتخب المصري عنده لعيبة دوليين بخلاف محمد صلاح مش محمد صلاح بس هو لدولي فالموضوع صعب مستهل يعني مين الأوراق الرابحة في منتخب موزنبيك في مواجهته أمام منتخب مصري؟ أبرز الأوراق الرابح أنا برضو ما قدرش أن أقول حد بعينه كل اللي يبدو الرابط الساعة لغاية دلوقتي حوالي 11 وإحنا لغاية دلوقتي معرفناش الخطة اللي هيلعبوا بيها ما حدش أساع أي حاجة ما حدش قال آآ آآ مين اللي هيبقى في في التشكيل فأنا ما أقدرش إن أنا أقول حد وانسى حد في العادي منتخب موزنبيك هي أبرز طريقة لعبي بيلعب بيها مش شرط مباراة الغد فريق موزنبيك طبعا معروف آآ اللي في كل الفرق آآ آآ أنا برضو مش هقدر إن أنا أخش في في حدة اللعب عشان ما دايقش حد أو أتكلم ب باسم حد أو أتكلم عن طريق آآ شكينيو كوندي ولكن إحنا فريق قوي آآ لما بنتحط في مواجهات صعبة بنعرف إن إحنا ننفذ آآ 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 نتايج كويسة ونتايج خاصة ولكن برضو فريق المصري مش هيبقى سهل إن إحنا نعمل دمعة فهتبقى مباراة صعبة جدا وكنش نتمنى البدايات تبقى كلا ترجمة نانسي قنقر